موسيقى يحاول نشطاء عرب وأجانب مرة تلو الأخرى تسير سفن تحمل مستلزمات طبية ومساعدات إنسانية لمحاولة كسر الحصار المفروض على غزة وكالعادة تسيطر إسرائيل على السفن وتقتادها إلى ما ونئها لمنعها من الوصول إلى غزة قادة فصائل وحقوقيون فلسطينيون اعتبروا أن اعتراض القوات الإسرائيلية لسفينة ماريان إحدى سفن أسطول الحرية ثلاثة القادم إلى قطاع غزة ترجمة حية لسياسة القرسنة التي تمارسها إسرائيل المزيد في تقرير منعوكل استمرارا لغطرصة الاحتلال الإسرائيلي ورغم جميع المطالبات بالسماح لعبورها إلى شواطئ غزة اعترضت قوات الاحتلال الإسرائيلية السفنة سويدية ماريان طليعة أسطول الحرية ثلاثة الذي انطلق باتجاه غزة فجر هذا اليوم الاحتلال الإسرائيلي لا خطوط حمراء له هو نفذ هذه الاعتداء قبل ذلك وقتل عشر من تضامني الأتراك واليوم ينفذ مثل هذا الاعتداء ونتوقع الأسوأ هذا الاحتلال يتصرف كأن دولة فوق القانون يمارس القرصنة في عرض البحر واعتقد المسئولية للمجتمع الدولي أن يلجم هذا الاحتلال الرسالح للسفينة وسط الحرية رسالة متعددة أبرز هذه الرسالة الغلاف الإنساني الجميل التي تحمل وهذه السفينة على اعتبر أنها تحمل بين طياتها مساعدات إنسانية ألواح شمسية هذائل لأطفال غزة الذين أنهاكهم الحصار طويلا الفصائل الفلسطينية من جانبها وصفت الاعتراض الإسرائيلي لسفينة كسر الحصار واختطاف المتضامنين المتواجدين فيها بالقرصنة مؤكدين بأن الاعتداء الإسرائيلي يأتي في نطاق سلسلة طويلة من الاعتداءات الإسرائيلية على متضامنين مع الشعب الفلسطيني كما شددت الفصائل على ضرورة الملاحق القانونية للممارسات الإسرائيلية دوليا كل المكونات المجتمع الفلسطيني والعربي والدولي المناهضة للاحتلال الإسرائيلي لتدين وتستنكر هذا العدوان المتواصل على أسطول الحرية وعلى كل المتضامنين مع قضيتنا الفلسطينية وما شعب الفلسطيني وهم الذين شاهدوا بأم عينهم إلى أي مدى ينتهك الاحتلال الإسرائيلي وجنوده وضباطه وحكومته الحقوق الوطنية والمشروعة والإنسانية للشعب الفلسطيني تمرار للإرهاب الصهيوني المنظم إرهاب الدولة المنظم ضد كل المتضامنين وضد كل الأحرار في هذا العالم وعليه نقول يجب الذهاب وفورا إلى محكمة الجنايات من أجل محاكمة هؤلاء على كل الجرائم التي ارتكبوها في حق أبناء الشعب الفلسطيني وفي حق كل المتضامنين الذين سقطوا قبل ذلك سيان كان على سفينة مرمرة أو غيرها قطاع غزة الذي استعد لاستقبال أسطول كسر الحصار أوضح ناشطوه عبر عدد من الفعاليات التي شارك فيها الأطفال أيضا من خلال مسيرات عائمة احتجاجهم على الاعتراض الإسرائيلي مؤكدين بأن رسالة الأسطول التضامنية وصلت غزة والعالم الاستقبال الحاشد الذي كانت تعده غزة لأسطول الحرية ثلاثة تحول لمطالبة للعالم بضرورة حماية من على متنه من غطرسة الاحتلال الإسرائيلي منعوك القناة رؤيا غزة